في إطار الحرص على تقديم الخدمات العلاجية وفقاً للمعايير الدولية وجهت وزيرة تضامن الاجتماعيين نيفين قباج بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل جاء ذلك خلال تفقد وزيرة تضامن الاجتماعي غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق وقد اطلعت القباج على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق والبالغ عددها 27 مركزاً علاجياً على مستوى 17 محافظة حتى الآن كذلك متابعة عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات وبشير الخير والمحروصة وبورسعيد